أعلنت الفيفا للبلدان الثلاثة المضيفة لكأس العالم 2030 المغرب وإسبانيا والبرتغال أنها ستتولى مسؤولية اختيار ملعب المباراة النهائية وسيتم الاعتماد في هذا القرار على التقارير التي ستقدمها لجان التفتيش المشكلة من طرف الاتحاد الدولي ويسر المغرب على استضافة نهائي المونديال على ملعب الدار البيضاء الكبير الذي سيتم تشهيده بداية من عام 2024 بالمقابل تبدي إسبانيا رغبتها في احتضان المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي ريال مدريد وأوضح مصدر مسؤول أن الفيفا اتبعت نفس الأسلوب في مونديال 2026 حيث تم اختيار الملاعب بناء على تقارير لجان التفتيش هذا ويكثف المغرب وإسبانيا والبرتغال اجتماعاتهم لإعداد الملف الرسمي الذي سيقدم للفيفا في شهر يوليو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر